كنا تعرفون أننا مباراة كأس و كنا عارفين أننا لتقاوم منافس و سعيب و دخلنا مليح المقابلة و حصلنا على الكثير من الزوكازيون مالوروزمونا با كونتريزي دي لغي الزوكازيون هدوما بعد الماتش ممشيش كي ما حبينا احنا قبلنا هدف أغلاط فردية و كنا نباهد المدافعين لنا و كنا نقص الكورة في الزوكازيون و مالوروزمونا و صاروا اللي فوت هدوما استغلوهم المنافس اللي عندو دي كاليتي بتاع الجوار رجعنا بعد هدف لول في الميتان ثاني بدلنا دي سبوستيف تاكتيك رجعنا مالوروزمونا و عملنا لشانجمو اللي زمين تحصلنا على ضرب الجزيين و مالوروزمو ما حسن ما توفقش بسي سجلة بورتمونا عمل جرون ماتش بعد نتباه دي بيروت و كنا احنا عنضومين و كنا نرجع في المقابلة جيت هدف فردية الثانية استغل المنافس و استجل الهدف الثاني كانت عندها مع انت اثر كبيرا على مستوى نفسي اللاعبين و كهو الحمدولله كهو ذكي كهو نحاولوا تاو ركزوا على البطولة بتاعنا و منكيو سقط مباراة الكاس بسي سقط محاولة بسي سقط محاولة بسي سقط محاولة ومسجن هون شو بك هاوي والله يبشون قد لك أنا راوي قرار إداري وما فهم حتى كلاش بينهم بين المدرب معتا كانت ترجوع بالتصابر تشوفوه معتا اليسين معنق المدرب ما صارتش مشيكل مع المدرب ومعتا قرار إداري معتا الإدارة تجمية توضحك أكثر مني ومش مضروب لا لا مش مضروب قرار إداري ومش فني بالنسبة بالنسبة اللاعب اللي هبطت في بلاستو أمان معتا سيتانجون ومعتا قدم مردود ممتاز بعد صارت الإصابة أي جواري جميعان معتاسين معتاسين مع مبادئين معتاسين ولا إيهال وعن عدوة لعبين معتا مضروبين لا كانوا موجودين خليوا الفرق في التشكيلة معتاسين جواري يدخلوا اليوم كمارين جيسة توم وإيمان معتا يباشر معتا مستقبل نادي معتا بخير إن شاء الله شكرا 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 شكرا